السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحبا بكم أبناء أنا طلاب وطالبات الصف السابع مع درس جديد من دروس مادة العلوم الوحدة العاشرة الكهرباء الساكنة عنوان درسنا لهذا اليوم ماذا يحدث عندما يفرغ جسم كهربائيا أهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أولا أن تشرح كيف يمكن لفرق الجهد المرتفع أن يسبب شرارة ثانيا أن تصف كيفية حدوث البرق ماذا تعلمنا في دروس سابقة طرائق شحن الأجسام كهربائيا الطريقة الأولى الشحن بالدلك والشحن باللمس والشحن بالتأثير الشحن بالدلك تكون شحنة الأجسام متعاكسة بعد عملية الشحن أما الشحن باللمس فشحنة الأجسام متشابهة بعد عملية الشحن وأخيرا الشحن بالتأثير شحنة الأجسام متعاكسة بعد عملية الشحن عندما تنتقل الإلكترونات إلى الجسم فإنه يكتسب شحنة سالبة وعندما تفقد الإلكترونات من الجسم فإنه يكتسب شحنة موجبة ما هي استخدامات الكشاف الكهربائي؟ يستخدم في الكشف عن وجود شحنات كهربائية على الأجسام أيضا يستخدم في الكشف عن نوع الشحنة الكهربائية الموجودة على الأجسام ثالثا يستخدم في المقارنة بين مقدار الشحنة الكهربائية الموجودة على الأجسام المختلفة النشاط الافتتاحي في الكتاب الصفحة 44 كما نلاحظ أبنائي لدينا كشاف كهربائي وساق أبو نايت تم دلكه بقطعة من القماش الآن لاحظوا أبنائي التجربة لاحظوا الكشاف الكهربائي ولاحظوا ساق الأبو نايت الآن سنقوم بلمس القرص الفلزي للكشاف بالساق لاحظوا الوريقتين في الكشاف الكهربائي لاحظوا عند لمس القرص الفلزي تباعدة الوريقتين في الكشاف الكهربائي لاحظوا التباعدة جيدا أبنائي أو التنافر الآن سنلمس القرص الفلزي لاحظوا عادة الوريقتين للتقارب كما كانت بعد أن شاهدنا التجربة أبنائي أجب عن الأسئلة التالية ماذا حدث لورقتين الكشاف عند لمس القرص الفلزي بساق الأبو نايت؟ كما لاحظنا أبنائي تتباعد ورقتين الكشاف عن بعضهما السؤال التالي عند لمس القرص الفلزي بإصبع اليد للكشاف الكهربائي المشحون ماذا حدث للورقتين؟ كما لاحظنا أبنائي عادت الورقتين للتقارب من بعضهما والآن فسر ما شاهدته خلال التجربة كيف يتم تفريغ الكشاف الكهربائي؟ افتح الكتاب الصفحة 44 لاحظوا شكل كشاف أبنائي عندما تلمس القرص الفلزي للكشاف الكهربائي تنتشر الشحنات عبر جسدك وبما أنك على تماثم مع الأرض فسوف تنتشر الشحنات في الأرض كذلك يعني ذلك أن الكشاف الكهربائي لم يبق فيه أي شحنة فنقول أنه قد فرغ النشاط الأول في الكتاب الصفحة 45 كيف تنتج الكهرباء الساكنة شرارا؟ شاهد مولد فانديغراف وهو يولد شرارة تنتقل بين القبة والكرة سنشاهد النشاط أبنائي ولاحظوا الفرق عندما تكون الكرة عريبة من القبة وعندما تكون بعيدة ترجمة نانسي قنقر النشاط الأول في الكتاب الصفحة 45 كيف تنتج الكهرباء الساكنة شرارا؟ السؤال الثاني صف ما يحدث بين القبة والكرة بما يذكر كذلك تحدث شرارة كهربائية بين القبة والكرة وهذا يشبه ظاهرة البرق شاهد الشكل 23 توقع ما سوف يحدث عندما يشغل المولد مع إبقائه في حالة التشغيل نتوقع أن تتراكم شحنة كهربائية على القبة السؤال الرابع شاهد ما يحدث عندما يشغل المولد سنلاحظ تولد سلسلة من الشرارات السؤال الخامس توقع ما سوف يحدث إذا حركت الكرة بعيدا ستنقطع سلسلة الشرارات بالتأكيد السؤال السادس شاهد ما يحدث عندما يشغل المولد مرة جديدة نلاحظ تولد الشرارة ولكن بعد مدة زمنية طويلة نسبيا السؤال السابع صف الاختلاف بين مشاهداتك في الخطوتين أربعة وستة احتاجت الشرارة في الخطوة ستة إلى زمن أكبر لتتكون بسبب زيادة المسافة بين الكرتين نكمل النشاط السؤال الثامن اقترح سببا للاختلاف بين الخطوتين أربعة وستة كما رأينا ازدياد المسافة يزيد من صعوبة انتقال الشحنات الكهربائية بين القبتين لذلك احتجنا فترة زمنية أطول حتى تتراكم شحنة كافية في الخطوة ستة السؤال التاسع شاهد ما يحدث عندما يوصل رأس مدبب بقبة المولد ويوضع قرب لهب شمعة لاحظوا الشكل أبنائي يميل اللهب بعيدا عن اتجاه الرأس المدبب أسئلة المتابعة في الكتاب الصفحة خمسين واربعين السؤال الأول صف ما تشاهده عندما يفرغ مولد فانديغراف سوف نشاهد انتقال الشرارات في الهواء السؤال الثاني اشرح سبب تولد شرارات متقطعة بدلا من أن يكون تفريغ المولد مستمرا يجب أن يتكون هناك شحنة كبيرة بما يكفي لتشكيل شرارة لذلك سنحتاج إلى وقت لتكديس شحنة أكبر بعد تفريغ القبة الشحنة الكهربائية وفرق الجهد افتح الكتاب الصفحة ستين واربعين عندما تتحرك الشحنات من جسم إلى آخر ينشأ فرق جهد بين الجسمين المشعونين كلما كانت الشحنات أكثر كان فرق الجهد أكبر يعتبر الهواء بشكل عام عازلا كهربائيا لكن يمكن أن يسبب فرق الجهد المرتفع تغيرا في جزيئات الهواء لتسمح بانتقال الشحنات عبر الهواء تنتشر الشحنات في المولد بسهولة لأن لها شكلا كرويا وأملس عندما يكون هناك رأس مدبب تتجمع الشحنات عنده ويكون الجهد الكهربائي فيه أعلى يغير فرق الجهد المرتفع من جزيئات الهواء ويسمح بتفريغ القبة وتكون حركة الهواء خلال التفريغ هي من تحرك لهب الشمعة النشاط الثاني في الكتاب الصفحة 46 ما سبب حدوث البرق؟ سوف نستخدم مجموعة من بطاقات العمل لشرح كيفية حدوث البرق اعمل على قص البطاقات ومطابقة كل جملة أو موضوع مع أحد المخططات رتب أزواج البطاقات بالترتيب الصحيح لتشرح كيف يحصل البرق لاحظوا الشكل أبنائي نكمل النشاط الثاني ما سبب حدوث البرق؟ إليكم المخططات المخطط A ارتفاع الهواء الرقب وتشكل السحب الركامية المخطط C تجمع الجليد على القطرات المتجمدة ليشكل حبات البرد التي تسقط عبر السحابة المخطط E تجمع البرد أسفل السحابة فيصبح أسفل السحابة سالبا وأعلى السحابة بشحنة موجبة المخطط G تفرغ السحابة عندما يكون فرق الجهد كبيرا فنشاهد البرق ونسمع الرعد المخطط B عندما تبرد الرطوبة تتكاثف وتشكل قطرات الماء المخطط D خلال سقوط البرد يحتك مع جسيمات جليدية ويكتسب شحنة سالبة والجسيمات الجليدية شحنة موجبة المخطط F تحث الشحنة السالبة أسفل السحابة الشحنات الموجبة في الأرض تحتها فينشأ فرق جهد بين السحابة والأرض والآن سنطابق بين هذه المخططات والبطاقات في الشريحة التالية والآن عزائي الطلاب إليكم البطاقات التي سنقوم بترتيبها بالشكل الصحيح ومطابقتها مع المخططات السابقة لتوضح لنا آلية حدوث البرق بعد أن لاحظنا عزائي الطلاب البطاقات والمخططات السابقة قمنا بترتيبها بالشكل التالي أولا يمكن أن تتشكل سحب الركامية عندما يرتفع الهواء الرطب في الغلاف الجوي المرحلة التالية عندما تبرد الرطوبة في الهواء تتكاثف لتشكل قطرات ماء وباستمرار ارتفاع الهواء يصبح الماء أبرد ثم يتجمد المرحلة التالية يتجمع المزيد من الجليد على القطرات المتجمدة لتكبر مشكلة حبة برد يسقط البرد عبر السحابة نكمل ترتيب المراحل السابقة المرحلة الرابعة دي خلال سقوط البرد يحتك مع جسيمات جليدية أصغر ويكتسب شحنة سالبة بينما تصبح الجسيمات الجليدية بشحنة موجبة المرحلة اي يتجمع البرد قرب أسفل السحابة وترتفع الجسيمات الجليدية الأخف فيصبح أسفل السحابة بشحنة سالبة أما أعلى السحابة فيكون بشحنة موجبة المرحلة اف تحث شحنة السالبة التي تحملها أسفل السحابة الشحنات الموجبة في الأرض تحتها فينشأ فرق جهد كهربائي بين السحابة والأرض أخيرا تفرغ السحابة عندما يكون فرق الجهد الكهربائي كبيرا بما يكفي فنشاهد البرق ونسمع الرعد أسئلة المتابعة في الكتاب الصفحة 46 السؤال الثالث كيف تتشكل شحنة الكهربائية داخل السحب؟ تتشكل الشحنة نتيجة الاحتكاك بين البرد وباللورات الجليد وهذه طريقة الدلك السؤال الرابع كيف تصبح الأرض تحت السحابة موجبة الشحنة؟ تحث شحنة السالبة أسفل السحابة الشحنة الموجودة في الأرض تحت السحابة وبالتالي تصبح الأرض بشحنة موجبة السؤال الخامس ابحث عن أول من أجرى استقصاء ربط فيه بين البرق والكهرباء باستخدام الطائرة الشراعية اكتب موضوعا قصيرا تصف فيه ما فعله واشرح لماذا كانت تلك التجربة خطيرة أجريت التجربة بواسطة العالم الأمريكي بن جامين فرانكلين عام 1752 حيث أطلق طائرة شراعية في عاصفة الرعدية مع مفتاح فيلزي مربوط بخيط وعندما حرك يده قرب المفتاح لاحظ شرارة صغيرة كان الأمر خطيرا فلو أصاب البرق الطائرة الشراعية أو الخيط لكان من المحتمل أن يقتل هذا العالم كيف تحدث الصاعقة؟ افتح الكتاب الصفحة 47 تحدث الصاعقة عندما يرتفع الهواء داخل سحب متكثفة وكبيرة مكونة قطرات من الماء تتحرك القطرات المحمولة صعودا لتتجمد في النهاية مشكلة باللورات جليدية يكبر حجم تلك البلورات مكونة البرد يتساقط البرد هبوطا عبر الغيوم ويحتك مع البلورات الجليدية الصغيرة الصاعدة فيحدث الاحتكاك شحنة كهربائية على الجسيمات تتجمع حبات البرد أسفل السحابة لتكون شحنة سالبة تحث الشحنة السالبة الشحنة الموجبة الموجودة على الأرض أسفل السحابة وينشأ فرق في الجهد بين السحابة والأرض تدريجيا يصبح فرق الجهد كبيرا بما يكفي لتفريغ شحنة السحابة وتحدث عندئذ الصاعقة نستنتج من ذلك أن الصاعقة تحدث بسبب تفريغ كهربائي بين السحب والأرض ملخص الدرس أولا تسبب الكهرباء الساكنة شرارة عندما تتوفر شحنة كافية متجمعة في جسم ثانيا الرأس المدبب يسهل عملية التفريغ ثالثا يحدث التفريغ الكهربائي بين السحب أو في داخلها ويسمى البر ويحدث أيضا بين السحب والأرض ويسمى الصاعقة رابعا ينتج عن الاحتكاك بين البرد وباللورات الجليد شحنة كهربائية خامسا يعتبر الهواء بشكل عام عازلا كهربائيا لكن يمكن أن يسبب فرق الجهد المرتفع تغيرا في جزيئات الهواء لتسمح بانتقال الشحنات عبر الهواء وصلنا إلى تقويم الدرس في الكتاب الصفحة 47 السؤال الأول يعرض الشكل 27-10 مولدين فانديغراف مع كرة تفريغ بجانب كل منهما يعمل المولدان عند اللحظة نفسها ما الجملة التي تشرح؟ أي الكرتين التي ستفرغ أولا؟ إليكم الاختيارات أبنائي لاحظوها جيدا ولاحظوا الشكل 27-10 أحسنتم الكرة A لأنها أقرب إلى القبة نكمل أسئلة التقويم في الصفحة 47 السؤال الثاني A صف كيف يفرغ كشاف كهربائي مشعون؟ كما عرفنا سابقا أبنائي نقوم بلمسه بأصابع اليد الفرع B اشرح ما يحدث عند تفريغ الكشاف سوف تنتشر الشحنة خلال الجسم نحو الأرض السؤال السادس يشكل الوقوف تحت شجرة أو إلى جانب عمود إنارة خلال العواصف الرعدية خطورة كبيرة فسر ذلك ستعمل الشجرة أو عمود الإنارة عمل الرأس المدبب أي أن الشحنة المستحفة ستتركز في عمود الإنارة أو في الشجرة لذلك سيكون من المحتمل أكثر أن تضربها الصائقة مع نهاية هذا الدرس نتمنى لكم أبنائنا طلاب وطالبات الصف السابع كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته